رجال الدين شافوا ماذا التدور اللي ملاحق بحال الامة الاسلامية يعملوا ايه لانهم دوما يحبون هذا التصدير المتكرر الملح لجبوع المؤمنين تصدير احساس بالتفوق وبسيادة العالم واستاذيته بدأوا يستخدموا بقى التكنيك وتكتيك الاعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية اي تقدم علمي من اي نوعة عندنا الم تروا الم تروا الم تشاهدوا يعني كل التقدم العلمي الموجود في الغرب كان موجود عندنا وموجود عندنا في الاصل في كتبنا وعقائدنا احنا الاصل والباقي مجرد مقلدين كله عندنا الزر عندنا الجاذبية عندنا النوى عندنا والحق يا جدع عندنا الاعجاز كله وبعدين بقى لي عنق الكلمات وتأويلات وتفسيرات لمجرد انه عايز اثبتلك ان النص الالهي الهي كل ده عشان ايه عشان تقول انه القرآن الهي عايز تقنعين بالكلام ده هل هيقتنعوا بالعجاز العلم المتوهم عندك طب يا سيدي لو انت بتدعي ان القرآن كتاب طب فيه معجزات وكتشافات علمية اتفضل ادي الكتابة وطلع منه اكتشاف علمي طلع منه دول السكر ايه رأيك طب علماءنا نفسه بابن سينة والرازي وكوارزبي ونحيان ما طلعوش الطب والكيميا والرياضيات بالعليات القرآنية ليه سو متل ام مستدق جمعيات العجاز العلمي بقولك ما تطلب منهم يا سيدي اخترعو لنا اخترع واحد بس لنافس بالعالم من خلال فهم حضراتهم للقرآن الكريم يعني هذا هو دائما قدر الامة المهزومة المأزومة دائما المهزوم والمأزوم بيحاول انه يتلمس طريق في انه كان الاقوى والافضل وكل حاجة سرقت منه عشان يقدر يعالج هذه الجراحة النفسية الاكتشافات اللي هما بيقولوا عليها ليه لم تكتشف بفتح هذه الكتب اذا كان قرآنا او احاديثا ونطلع منها بالنظرات العلمية مش نعمل زي الاعلام فاك الاعلام بتاع زمان كنت هقولها بالظبط احنا بنعمل كده كنت هقولها يظل العالم في معمله يعرق ويجتهد وينشر في مجلات علمية ونيجي احنا عالجاهز اهي كانت عندين المشكلة انك زي مسلا ما تكون داخل سبق وانت تعبان وركبك تعبانة ووزنك 200 كيلو والتاني قاعد يجري يعني زي بطل 100 متر يعني بيجيبها في ثواني هتروح ايه ايه يا راجل عنده كوتشي عظيم انا ما عنديش الكوتشي ده هو مش عارف اعمل ايه البحث عن ايه هو مديله بالشماعات اه فهنفضل يعني كسيحين بهذا الشكل قاعدين في الضل وننتقد ان هم سرقوا مننا وعملوا كذا سرقوا مننا ايه يعني هو السؤال هو من بكلمش عن علوم لدينا هو بكلم عن كتابنا المقدس هم ما اروش كتابنا المقدس هم ما اطلعوش منه بالنظريات العلمية ولا باكتشافات الطبية مثلا خالص ليه احنا متصورين انه مرد ده في الكتاب طب المفوق تطلع بالمباب اولا تطلعوا انت